طب ايه اللي ممكن يساعدنا ان احنا نعمل ده دايما يبقى عندنا حاجة بنتضرب عليها طول الوقت عشان نتعود يبقى سهل علينا تطيب الخاطر ايه اللي نعمله عشان يبقى سهل علينا تطيب الخاطر تلات حاجات اول حاجة اذكر تايمة شرك حياتي بحبي لي وبان انا داعم له طول الوقت اعمل الكلام ده على الاقل لتلات اربع مرات خمس مرات في اليوم اعمل كده ما زهقش هو على فكرة هيبقى مبسوط تاني حاجة اتجنب مسببات كسر الخاطر لما حد يجي يقول للتاني الكلام ده بيدايقني بيدايقني يعني بيكسر خاطري الكلام ده ما بحبوش يبقى الكلام ده اتجنبه خالص لازم طول الوقت كمان احس الشريك الحياة انه هو معايا في عباتي اقول له انه بدعيلك بدعيلك في الفطار انا وصايم بدعيلك في سجودي لازم كل واحد فينا يقول للتاني ده انه ده هيشد عزمه ويخليه في احسن حال يا سادة مبادرة بتطيب الخاطر ده ايه اللي حاصل كل من يجبر خاطر انسان الله سبحانه وتعالى يخرج له الانوار من خزائن الرحمن واذا انت سرعت في تطيب خاطر زوجتك واذا انت سرعت في تطيب خاطر زوجك سترى في بيتك من البركة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب احنا مش بس من طيب الخاطر عشان نتجنب المخاطر احنا من طيب خاطر احبابنا عشان تجل النواظر وكل واحد فينا يرزق بان يكون لك ناظر اللهم اننا سألك ان تكرمنا وان تسعدنا سعادة ليس بعدها سعادة لاننا كنا سببا لاسعاد احبابنا يا رب العالمين